جميل انت كنت عايز تول حاجة على التحكيم النهار او يعني احنا اتكلمنا بقى علشان بس الناس ايه احيانا الناس بتاخد الكلام مما انته احنا بس شرحنا كل حاجة قلنا ان الاهلي النهاردة عمل كل حاجة عشان يخسر الاهلي ما كانش افضل حالاته كل اللي عيبة اوف كولر هو المتسبب الاول في العزيمة لكن ما ينفعش ما ينفعش اعدي اللي حصل النهاردة مبير اتشو لما اجي اتكلم على كورة وانا اسمعت كابتن جهاد طبعا نرائي ويحترم يعني لما يكون الكورة كورة على الارض ليست في حيازة كاملة لانه هو طبيعي اي حارس يمدي ايده عشان اخد الكورة الكورة هتبقى على الارض الرجل اه حاطت ايده على الكورة لكنه مامسكش الكورة ما خداش في حيازته دي كورة الاولانية واللقطة الاولانية لو نجيب اللقطات سريعا ونحن بنتكلم اللقطة الاولانية كانت الهدف بتاع كهربا في بداية المرة اللقطة التانية كانت الكورة بتاعت ريدا سليم وكابتن جهاد قال ان هي ركل الجزاء بتاعت محمود عبد المنعم كهربا كورة واضحة تماما تماما اعاقة مرتين دي مش في حيازته دي الكورة لا خلص خلص الرجل بميدي ايده عالكورة هتقات الفريم اللي بعده لانه دي كان اللي بتارك كهربا يحط ويحط ايده كهربا حط رجله وهو بيحط ايده كهربا حط رجله فكورة الاولانية وهو بيحط ايده عالكورة حطيتها كده حاطت ايده من فوق مش ماسك الكرة فرق كبير لانه طبيعي الكرة طولت من الحارس بمدي ايده يحط ايده عالكرة ده الطبيعي يعني الراجل ما لمسش الحارس نهي طيب الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده كمان دي طبعا راكلة الجزاء اللي ما فيهاش اللي ما فيهاش شك واحد في المليون انا مش مشكلة انه مش بيرقاتشو كمان انه ما حسباش طب ما شافاش الفار كانوا فين اللي وقفوه دقتين عشان يروح شوف راكلة الجزاء بتاعت اتحاد العاصمة مخالفة من الاتنين مسك وتفخيد ورجبة يعني مخالفة بكل الطرق وبكل الزوايا الغلطة التالتة وبكلمك يا كريم لما يبقى عندي غلطة واثنين وتلاتة في اتجاه واحد في مباراة واحدة الفوارق فيها قليلة في بطولة من مباراة واحدة في مباراة سوبر فمجيش تقول لي لا اصلي اهلي يكسب حتى لو تظلم تحكي مش حاجة ما كده في حاجة اسمها انا ايفل لما اكون اوف طبيعي طبيعي ان انا اخد حقي حقي ده بقى وانا اكسب وانا اكسب وانا وحش اكسب وانا حلو في النهاية اخد حقي على قد ما انا العبط اللي بعدها الحالة الاخيرة لا كمل دي بقيت حالة الكهربا يعني قصة مش محتاجة شرح بتاع الكهربا يعني اللي بعدها دي كربت رضا كمل دي الفاولو ماتش لا دي اه كمل تاني كمل تاني بس ارجع 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 ادرع مفرود ادرع مفرود دفعة من الإيد في الظهر بعدها بخمس ثواني بعدها بخمس ثواني الكرة ارتدت في وسط الملعب ايه الدفاول لإمام عشور copy paste من الكرة دي وقانون الكرة واضح وما فيش حاجة اسمها soft في حاجة اسمها اللي تتحسب برا تتحسب جوه دفعة بالمرفق أو بالإيد في الظهر ركل الجزاء ما فيهاش كلام كتير وما فيهاش حاجة ان الحاكم يشوفها الأغرب برضو تاني ان بير قدش وما حسبهاش وما راحش للفار فأنا بالنسبة لي لأ النقبير قدش على فكرة من ضمن الحكام الجايدين جدا الصعادين بقوة في أفريقيا لكن النهاردة واحدة من أسوأ المبارات اللي أنا شوفوا ليها وأخيرا اللي معرفش الصورة معنا ولا لأ ركلت أو ناس تتذكرها حتى لو الصورة مش جاهزة ركلت الجزاء اللي اتحسبت على النادي الأهلي في مبارات الأهلي والزمالك 3 واحد وكان حكم أجنبي بالمناسبة حكم مش مصري واتحسبت ضرب الجزاء على اليو ديانجل صلاح مزيزو نفس القصة دراع في الضهر واتحسبت ركل الجزاء وسجل منها النادي الزمالك هدف نفس الكورة كابي بس ناس ترجع بس بتذكرها لو الصورة ما جاهزتش معنا فأنا شايف أن بير قدشو مع كل اللي احنا سردناه كان واحد من أبطال خسارة النادي الأهلي شكرا للمشاهدة